موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم نبدأ مع صحيفة الانديبندنت التي نشرت تحت عنوان ضرورة التعاون بين الولايات المتحدة وإيران لمواجهة المسلحين على الرغم من تحذير الزعيم الروحي الإيراني آية الله علي خامنئي للولايات المتحدة من القيام بأي تدخل في العراق فإن المسؤولين الأمريكان يشككون في ذلك ويعتقدون أن إيران تريد التعاون مع الولايات المتحدة لإحداث تغيرات سياسية في العراق ضمن خطتها للحصول على تنازلات فيما يتعلق بمفاوضات البرنامج النووي الإيراني من جهة أخرى قام مسؤولون أمريكيون بإبلاغ القادة العراقيين بأن إيران موافقة على رأي الإدارة الأمريكية بخصوص رحل رئيس الوزراء العراقي للمالكي تزامنا مع تزايد المرونة الأمريكية بخصوص المحادثات النووية وتزايد إمكانية السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم وصرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال زيارة إلى القاهرة أمس بأن الولايات المتحدة ترد أن يتمكن الشعب العراقي من إيجاد زعيم يمثل جميع الطوائف في البلد وإنهاء حركة الدولة الإسلامية في العراق والشام بأسرع وقت ممكن نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة التايمز التي نشرت تحت عنوان على أبواب بغداد قالت الصحيفة إن على الغرب تقديم المساعدة لمحاربة المعارضة السنية في العراق والدفع نحو تأليف حكومة فيدرالية فيه إلا أنه يجب أن تقبل بأن تصبح إيران حليفة لها وأضافت أن العديد من الدلائل تشير إلى أن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش يخططون للهجوم على بغداد الأمر الذي ينذر بانشقاق الجمهورية العراقية وترى الصحيفة أن على الولايات المتحدة أن تتخذ قراراً عقلانياً يفضي باتخاذ تدابرة عسكرية لإيقاف وصد داعش برغم من ازدياد شعبيتها في العراق فالخطة الحالية تقضي بأن يعمل نحو 300 مستشار أمريكي تم إرسالهم مؤخراً إلى العراق على تحديد أهداف داعش تحضيراً لشن ضربات بواسطة طائرات من دون طيار من البوارج الحربية أما الفريق الأمريكي الآخر فسيساعد الجيش العراقي الذي دربه بنفسه إلا أنه أثبت عدم فعاليته على تحديد نقاط الضعف في خطوط إمداد المعارض للسنة كما أن أمريكا يمكن أن تقدم في هذا الإطار ضمانات لأكراد العراق وختمت صحيفة بالقول إن على الغرب العمل على وضع أهداف محددة ألا وهي منع داعش من أن تتحول إلى تنظيم جهادي عالمي بقدر الإمكان والعمل على تحويل العراق المضطرب إلى دولة فدرالية مضيفة أنه على إيران المساعدة في تحقيق هذه الأهداف منذ أن تصبح شريكة مع الغرب نطارع مشاهدنا الكرام في صحيفة الفايننشل تايمز التي نشرت مقالا لسام جونز بعنوان الثراء الفاحش يساعد داعش أن تطمح لدور الدولة يقول جونز إنه بالنسبة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش التي يصفها بأنها كيان به سمات الشركة والمنظمة الإجرامية والمؤسسة الخيرية والحكومة الحصول على أجر مقابل الإرهاب أمر يسير للغاية ويضيف أن نجاح الجماعة الإرهابية التي اجتاحت شمال العراق بسرعة فائقة قائم على شبكة ممتدة من المصالح المالية التي بنيت على مدى سنوات من دون أن يعوقها عائق ويقول كاتب المقال إنه بالاستلاء على الموصل ونهب أكثر من 425 مليون دولار من البنك المركزي للمدينة وصلت داعش إلى ثراء لا يمكن منافسته على حد قوله وقال أرون زرنا زميل معهد واشنطن وخبر الجماعات المتطرفة للصحيفة إنها قد تكون أثرى جماعة جهادية شهدها العالم وأضاف يحصرون على أموالهم من تهريب السلاح وعمليات الخطف والحصول على فدية والعملات المزورة وتكرير النفط وتهريب الأثار والضرائب ويقول جونز إن الوصول إلى تفاصيل أنشطة داعش وتقييم المدى الحقيقي لأصولها أمر ليس سهلا ولكن لقاءة مع المسؤولين الإقليبيين والغربيين تكشف صورة عملية تدار بدقة ولها نظام محسبي دقيق ونقل جونز عن تشارلز ليستر المحلل في مركز بروك كينغز في الدوحة معظم الجماعة الجهادية تتمتع بالسرية والتنظيم المحكم ولكن داعش وصلت إلى مستوى آخر حيث يوجد لها هيكل إداري مبهر ونظام محسبي موسع وجهاز رقابة إدارية موسع ونقل جونز عن مصدر مخابراتي قوله إن أصول داعش قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات إن لم يكن مليارات من الدولارات وتوافق مصادر أخرى مع هذا التقييم ولكنها تقول إن جميع هذه الأصول ليس في صورة عملة صعبة نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة الشرق الأوسط التي نشرت مقالة للكاتب مشاري الذايد تحت عنوان من أجل ذلك يحارب المستدعشون الرياضة والثقافة والفنون قال فيه في ظل الأخبار المزعجة عن نهر الجنون المتدفق في العراق وسوريا واليمن والصحراء الكبرى وليبيا باستفحال الإرهاب يصبح البحث عن خبر مبهج كالبحث عن نبع ماء في أرض جرداء بعيدا عن التفسير السياسي والقبض على المؤامرات هنا وهناك عما يجرف العراق وسوريا ومن صنع داعش من صنع داعش ومن يقاتل داعش وأين هم السنة وأين يقف الشيعة وماذا عن دولة الخلافة البوعودة على يد القتلة المرضى بعيدا عن الاحتقان الطائفي وحمل المعممين للسلاح في حضرات العتبات المقدسة دفاعا عن ما يتوهبه الواهمون يقف السؤال الجديد القديم من أين أتى هؤلاء لك أن تجيب كما تشاء ولكن لا تغفل أن هؤلاء الانتحاريين والمحتقنين هؤلاء المعممين بالعمائم السود والبيض الذين يشحنون الشبان والأغرار هم جزء كبير من وجود المشكلة المجتمعات الإسلامية الآن في أمر مريج وفتنة عمياء وابتذال للدين في معارك السياسة والمصالح والأهم من هذا كله إشغال للشباب الذي لهم وقود هذه المعارك في أمور هدامة وقاتلة الشباب هم الثروة الحقيقية للدول وحينما يتم الاستفراد بتشكيل وعيهم وإشغال وقتهم من تجار الدين والحروب تصبح الكارثة مضاعفة والخسارة فادحة حتى تجفف منابع التجنيد وتمنع ثماثرة الدين والحروب من حرق هؤلاء الشبان في محارق الجهل والتعصب يجب عليك إيجاد البديل النافع والصحي الفنون والعلوم والتعليم والرياضة هي خير مجالة تحول طاقات الشباب من نار تحرق إلى نور يشرق المواعظ حول خطر الإرهاب ومشكلة الغلو وانحراف الجماعة الضالة لا تكفي ولا تشفي وأحيانا من يعظ هو نفسه يحتاج إلى من يعظه لأن داعش حالة ثقافية لا مجرد جماعة مقاتلة ما يدجي على الرياضة يدجي على الفنون المسارح، الغناء، الرسم والسينما كلها مسارب منعشة تمر من خلالها تيارات الطاقة الشبابة الفوارة من أجل ذلك يحارب المستدعشون الرياضة والثقافة والفنون نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة القدس العربي التي نشرت مقال للكاتب صبحي حديدي بعنوان حماة الديار عليكم سلام مع ذلك، قلثني التسديدة الصاعقة والفرصة الضائعة وضربة الجزاء والهدف المحقق ليست هذه وحدها اللحظات الأكثر درامية في مباريات كرة القدم التي يتابعها العالم هذه الأيام إذ لعل الورهة الأكثر إثارة للحماس والأشد اكتظاظا بالمعنى وتصعيد المعنوي هي تلك الثواني المعدودات التي يستغرقها عزف النشيد الوطني من الثابت أن هذا النشيد أشبه بالعلامة الفارقة التي تميز الأمة والرمز الذي يعبر عن هويتها الوطنية واستقلالها السيادي تماما مثل العلم الوطني أو أكثر قليلا ربما غير أن النشيد الوطني هو أيضا جزء من الذاكرة الجمعية للأمة بل يحتل صدارة عالية في الشطر الأكثر إثارة للمشاعر الوطنية الأعرض الاستقلال في حالة الأمم التي كانت خاضعة للاستعمار أو الانتداب أو الاحتلال أو تأسيس نظام سياسي جديد أو نشوء الأمة ذاتها وثم تأناشد ذات طبيعة خاصة للغاية لأنها من نوع كفاحي ملحمي عابر لمشاعر البلد صاحب النشيد كما في مثال النشيد الوطني الجزائري الذي مضى زمن كانت فيه حناجر ملايين العرب تنشده وكأنها تؤدي طقصا سحريا تحريضيا تعبويا وملهما للمشاعر وبهذا المعنى يتحول النشيد الوطني إلى أيقونة مقدسة راسخة في الوجدان الشعبي فإن الأنشيد الوطنية للأمم تظل ثابتة خالدة باقية ما باقية الأمم النشيد الوطني السوري حماة الديار الذي كتبه الشاعر والسياسي السوري خليل مردنبيك في سنة 1963 ليس لأسباب مماثلة تقص معانيه أو طاقاته التعبوية أو قيمته كنص شعري بل لأنه اقترن بالممارسات الوحشية واللاوطنية التي طبعت سلوك الوحدات العسكرية الموالية لنظام بشار الأسد خلال عملية قمع الانتفاضة الشعبية ومنذ الأسابيع الأولى والتظاهرات الأبكر قدمت فرقة المندسين نسخة من النشيد تعتمد اللحن ذاته مع تبديل في بعض العبارات وهكذا فإن الأبيات الأصلية التي تقول حماة الديار عليكم سلام أبت أن تذل النفوس الكرام عرين العروبة بيت حرام وعرش الشموس حما لا يضام ربوع الشآم بروج العلا تحاكي السماء بعالي السنة قد أصبحت حماة الديار عليكم سلام الشعب يريد إسقاط النظام لم الشرفاء عليكم حرام فهبوا لنصرة شعبا يضام ربوع الشآم تعاني الأسى وتشكو إلى الله ظلما قاسى الرفض للتبديل وكاتب هذه السطور في عدادهم يساجلون ببساطة أن النشيد جميل ويلق حقا بجيش سوريا الوطني المستقبلي الذي ستنحصر مهامه في حماية الوطن والمواطن وليس لانقلاب على إرادة الشعب والدستور كما أن النشيد وهذا هو الاعتبار الأهم ربما احتل موقع الأيقونة الكبرى في الوجدان السوري قبل عقود طويلة من حكم آل الأسد جدير بهم إلقاء السلام إذن ودائما حماة الديارة الأصلاء الأقحاح أبناء بلد فيه من كل عين سود ومن دم كل شهيد مدد نتابع معكم مشاهدنا الكرام مع صحيفة الدستور الأردنية التي نشرت مقالة لياسر الزعاتر بعنوان هل تضحي إيران بالمالكي جاء فيه؟ لا أحد من الشرق أو الغرب يريد مزيدا من تمدد دولة الإسلامية في العراق والشام لكن الجميع يدركون أن تقدمها ليس سوى نتاجا لحالة الحجد الطائفي في المنطقة والذي لا يختلف عاقلان على أن بطش النظام في سوريا وطائفية نور المالكي هما محركاه الأساسيا وكلهما نتاج غطراسة إيران في المنطقة بعد أن اعتقدت أن بوسعها التمدد كما تشاء في مواجهة أنظمة جعلت أولويتها مطاردة ربيع العرب والإسلام السياسي ما أشغلها عن مواجهة التمدد الإيراني ويضيف الكاتب والحال أن العرب السنة لم يكونوا وحدهم في ميدان الهجاء للملك وسلوك السياسي بل شمل أيضا قوى شيعية والسبب كما يعلم الجميع أنه ديكتاتور وفاسد في آن المعنى كان بوسع إيران أن تستجيب لنداء جميع القوى وتدعم فكرة المجيء بشخصية شيعية مقبولة للحكم لكن غرور القوى كان يقنعها بأن بوسعها فرض من تشاء أمريكا التي دعمت الملك طوال الوقت لم تجد بدا من توجه السيل من الانتقادات لسلوكه الطائفي لكن ذلك لم يحدث إلى بعد الانفجار والنتيجة أنهم باتوا مؤمنين أنه من دون التضحية به فلن يكون هناك مجال لاستقرار الوضع برمته على هذه الخلفية تكثر اللقاءات والمساومات وكلها تدور حول كيفية التخلص من المالك لكن إيران لازلت مترددة كما يبدو ربما على أمل أن يكون ثمن التضحية بالمالك هو كسب بشار وهي مقايضة لا يتورط فيها الغربيون رغم أنهم يدعمون بقاءه من خلال منع السلاح النوعي عن الثوار فيما يفضلون استمرار الحرب كاستنزاف لإيران وتركيا وغيرها وكذلك ربيع العرب لما يخدم البحتل الصهيوني نواصل مشاهدنا الكرام مع وكالة أنباء الأناضول التي نشرت تقريراً لهيومن رايتس ووش تتهم فيه جماعة معارضة وأكراد سوريا بتجنيد الأطفال جاء فيه في تقرير بعنوان قد نعيشوا وقد نموت تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعة المسلحة في سوريا قالت المنظمة إنها وثقت تجربة 25 طفلاً شاركوا في النزاع المسلح في سوريا وقاتلوا في صحف الجيش السوري الحر والجبهة الإسلامية وفي جماعات أخرى مثل تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشم وجبهة النصرة وكذلك في قوات الجيش والشرطة في المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية إلا أن المنظمة قالت إنها لأسباب لوجستية وأمنية لم تستطع التحقق من حالة تجنيد الأطفال في الميليشيات الموالية للحكومة السورية وقالت إن جماعة مسلحة غير تابعة للدولة في سوريا استخدمت أطفالاً تصل أعمارهم إلى 15 عاماً في القتال بالمعارك وأحياناً قامت بتجنيدهم تحت غطاء تقديم التعليم إليهم وبعض هؤلاء الأطفال تصل أعمار أصغرهم إلى 14 عاماً واتهمت ما أسمتها الجماعات الإسلامية المتطرفة ومنها الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش بتجنيد الأطفال تحديداً من خلال حملات تعليمية اجتملت على التدريب على الأسلحة وأضافت المنظمة أن المجندين السابقين وصفوا كيف أعطى القادة للأطفال مهام مختلفة أو خطرة بشكل خاص وشجعوهم على التطوع للعمليات الانتحارية وبحسب التقرير قام الأطفال الذين قابلتهم Human Rights Watch من قتال في المعارك واطلعوا بأدوار القطن وسط والحراس في نقاط الأمن والتجسس على القوات المعادية وعلجوا الجرح في ساحات المعارك ونقلوا الذخائر وإمدادات أخرى إلى الجبهات أثناء استعار القتال وأضف أن هؤلاء قالوا إنهم انضموا للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة لأسباب عدة حيث ذهب الكثيرون وراء أقاربهم وأصحابهم في حين كان آخرون يعيشون في مناطق معارك لا توجد بها مدارس مفتوحة أو خيارات أخرى ويعد تجنيد الأطفال تحت سن الخامسة عشر جريمة حرب بحسب تعريف نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية نتابع معكم حديث الصحافة حيث نقرأ في صحيفة ياني شفق التي نشرت تحت عنوان قوات إيرانية في كاركوك جاء فيه ترد صحيفة نبأ إرسال إيران التي تدعم رئيس وزراء العراق نور المالكي خمس بئة عسكري إلى ولاية كاركوك لدعم المجموعة الشيعية فيها تذكر صحيفة أن القوات الإيرانية التابعة لسرايا القدس وصلت إلى بطار الحرية العسكري في كاركوك جواً محملة بالأسلحة الحديثة وكانت إيران قد عرضت تقدم كاركوك لإقليم شمال العراق مقبل دعمه للمالك في حربه ضد دولة العراق والشام الإسلامي داعش تشير الأنباء الوردة من المنطقة إلى أن إيران قامت بإرسال قواتها إلى كاركوك بعد تعرض بعض المناطق ذات الأغلبية الشيعية لهجمات وكان القنصر الإيراني في مدينة السليمانية قد ذكر في تقرير له أن داعش لن تستطيع مهاجمة الجنوب إن لم تسيطر على كاركوك من جهته أعلن محافظ كاركوك نجم الدين كريم عدم موافقته على تواجد القوات الإيرانية في المدينة مشيراً إلى أنها وصلت إلى هناك رغماً عنها مشاهدين الكرام نشرت مجلة شباب سوريا المستقبل في قسم الأدب قصيدة للكاتب عبد الوهاب عاصي بعنوان يا أبتي يا أبتي إني أراني أعصر فوق رؤوس جميع العرب خمراً ألم تر طيرهم فوقنا صافات ترمن الحجر فوق الحجر قلبت كتب التاريخ كلها ولم أجد خنجر إلا وغمده العور أبتي هل تسمع صوصي؟ يا أبتي الطائرات تحلق فوق حينا وتوقظ العصافير وتوقظ الفجر الطائرات ترمي البراميلة ولحم يملأ حيطان المدينة وحجرة بيتنا تهدمت فصارت من القصف بئراً هم رموني فيه قتيلاً هم جعلوا البئر قبراً يا أبتي هل تسمع صوتي؟ هل تسمع صوتي أبتي؟ أمي هناك هناك وسقف بيتنا ينام على صدرها وأسرب الذباب تأز فوق جرحها وتغتصب دمها جهر يا أبتي ثلاث عجاف وإخوتي يخزنون السنابل في صوامعهم في أبراجهم في غرف نومهم ويشتكون موتنا إن سماءنا لا تسقين المطر وإن لنأكل طعام المذابل وإن نقرف طبخ الدود وإن لن نربط معدتنا حصات وحجرة وإن لنأكل الشعر لنقرف الطعام ونقرف العمرة يقولون لنا القطة والكلاب تسير في الأزقة كالقوافل فلم تموتون جوعاً ووجهكم تشحب وتزداد صفرة أبتي هم لا يسمعون صوتي هل تسمعوا صوتي أنا ليس لي إخوة أنا ولدت يتيماً مجبرة هم اتهموني أني أخوهم وسجلوا اسمي بالنفط وسمموا الحبرة ورموني في البئر قتلني هم يا أبتي جعلوا البئر قبرا بهذا مشاهدنا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم ألقاكم مجدداً غداً إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر